مئتا شخصية ثقافية وفنية وفكرية وإعلامية عالمية وجهت نداء إلى العالم قادة وشعوبا من أجل تغيير أنماط الحياة والاستهلاك والاقتصاد وعدت جائحة كورونا مأساة عالمية لكنها سمحت بطرح أسئلة أساسية حول الكارثة البيئية الحالية التي تمثل تهديدا وجوديا للحياة على الأرض ودعت المجموعة العالم إلى الخروج من المنطق السائد وإصلاح الأهداف والقيم والاقتصادات لمنع أي انهيار عالمي فيروس كورونا سينتهي وسيتم تطوير لقاح وإجراءات مضادة وستعود الحياة إلى طبيعتها بعد عام من الآن يقول الخبير في المناخ بيتر ديمانيكل ولكن في المقابل آثار التغير المناخ ستكون مأساة أكبر بكثير من جائحة كورونا تنتظر البشرية في المستقبل بعد انتهاء الأزمة مينيكل اعتبر أن تغير المناخ سيكون بمنزلة قنبلة موقوطة تستدعي الاهتمام العاجل وأشارت دراسة حديثة إلى أن عودة نمو غابات الأمازون تحدث على نحو أبطأ مما كان متوقعا ويشير النمو البطيء إلى أن كوكب الأرض يختنق بسبب الأنشطة البشرية الضارة كما أن الاحترار سيحدث حتى لو تم إيقاف مصادر بعثات الكربون وتوصلت دراسة جديدة إلى أنه في حال استمرت حرارة الأرض في الازدياد وفقا للمستويات الحالية على مدى الخمسين سنة المقبلة فقد يضطر نحو ثلاثة مليارات شخص إلى العيش في مناطق شديدة السخونة بالنسبة إلى البشر